السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فبسم الله وعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابي تفسير الشيخ بن سعدي وكتاب عمدة الأحكام في هذا اليوم الثلاثة الثالث من شهر صفر من عام واحد وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذا اللقاء لقاءا مباركا تتنزل عليه السكينة تغشاه الرحمة تحفه الملائكة يذكر الله جل وعلا الحاضرين في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه وقفنا عند سورة الحديد فواتح سورة الحديد ويحسن أن يكون هذا الدرس مدخلا لدراسة هذه السورة من حيث تسميتها ومن حيث كونها مكية أو مدنية وكذلك مقاصدها وموضوعاتها وشيء مما يحتاجه القارئ في التفسير وطالب العلم في التفسير أن يعلمه وهو ما يعرف بمداخل العلوم أو مداخل السور دائما الأمور تؤتى بمداخله فيحرص طلاب العلم في دراسة كل علم أو كل باب من أبواب الشريعة أو كل سورة من سور القرآن يكون هناك مدخل تمهيدي يبين لك موضوعات السورة سبب تسميتها مقاصدها مقاصدها هداياتها القراءات مثلا والأشياء العامة في مثل كل مجال من المجالات فمثلا نحن في بداية سورة الحديد أول ما نبدأ ما نبدأ بسبح لله وإنما نبدأ ببيان بعض مداخل الفهم لهذه السورة ولهذا من منهجية طالب العلم وطلب العلم الصحيح أنك تُعنى بمداخل العلوم قبل أن تقرأ في التفسير ما تأخذ تفسيري بن كثير مباشرة ولا بن جرير وتقرأ فيه لابد فيه شيء اسمه مدخل لعلم التفسير علم التفسير معنى أهميته طريقة تلقيه كتبه المصنفات فيه وهكذا ومثله أبواب الفقه قبل أن تبدأ مثلا ب مداخل كل عبادة من العبادات أو حكم شرعي تذكر مثلا مداخل علم الفقه وفي كل باب من أبوابه مثل باب الطهارة ما دخل لباب الطهارة لماذا بدأ بباب الطهارة أهمية باب الطهارة وهكذا في الصلاة وهكذا في أبواب الفقه الأخرى ومثله التفسير سور القرآن الكريم قبل أن أقرأ سورة البقرة أكون عندي تصور عام عن السورة وماذا تبحث فيه واسمها وهداياتها ومقاصدها ولماذا سميت بهذا الاسم وهكذا هذا مدخل مهم جدا يحتاجه طالب العلم في المجال العام وطالب العلم في الفنون المتعددة كعلم التفسير كعلم العقيدة كعلم الفقه كعلم الأصول كعلم اللغة إلى آخره نعود إلى موضوع سورة الحديد أولا الإسم لماذا سميت سورة الحديد بهذه السورة قبل أن تعرف لماذا سميت سورة الحديد بهذه السورة يحسن أن يكون عندك تمهيد في تنوع سور القرآن وتنوع أسمائها وتعددها لأن لكل سورة من سور القرآن اسم خاص وهذه حكمة كما أن لكل عين وفرد من الناس اسم خاص أيضا سور القرآن بدأت وعرفت كل سورة منها باسم خاص هذا هو الإسم ثم يأتي المسمى والتصور العام والموضوعات وتحمل أسماء سور القرآن كل اسم منها يحمل معاني عظيمة يحمل معاني عظيمة مثلا سورة الفاتحة كم في سورة الفاتحة من معاني عظيم سورة الإخلاص قاعدة وباب من أبواب وأصول مثلا هذا الدين ثم خذ آيات القرآن سور القرآن مكيها ومدنيها كل منها له اسم والاسم يدل على الشرف صور لو أن ما لك اسم وإلا سورة ما لها اسم كأنها تكون مبهمة أما إذا صل الإنسان اسم يعرف به هذا شرف له ويحمل هذا الاسم مسميات ومعاني عظيمة ومرامي كبيرة إذ اسم السورة هو المفتاح هو المفتاح الذي يعلمك ويخبرك ويفتح لك أبواب الهدايات من هذه السورة وأيضا المقاصد العظيمة والنبيلة والأهداف الجليلة والمرامي الكبيرة التي تحملها كل سورة من السور التي جاءت في كتاب الله عز وجل فائدة سور القرآن على ثلاثة أنواع من حيث التسميعات سور القرآن تتنوع إلى ثلاثة أنواع من حيث الإسم القسم الأول والنوع الأول ما له اسم واحد سور القرآن كثير منها له اسم واحد مثل وهو أكثر سور القرآن مثلا سورة النساء سورة الأعراف سورة الأنعام سورة هود الفرقان سورة نوح القارعة الزلزلة وإن كان الزلزل فيها الزلزلة هو الزلزال هذه جملة من سور القرآن اللي ما لها إلا اسم واحد عرفت به فإذا قل سورة نوح ما يذهب الإنسان إلا إلى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم وهكذا النوع الثاني ما له اسمان ما له اسماء يعني مثنى اسم له اسماء اثنان مثل سورة محمد تسمى محمد وتسمى القتال لها اسماء سورة الأنفال تسمى سورة الأنفال وسورة بدر أنها معنية بهذه المعرك سورة الحشر لها اسمان سورة الحشر وسورة بني النظير روى مسلم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه قال قلت لابن عباس سورة التوبة قال التوبة يعني كأنه استغرب أن يكون لها اسم واحد قال التوبة بل هي الفاضحة فاضحة المنافقين ما زالت تنزل ومنهم 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 أي من المنافقين حتى ظنوا أن لا يبقى منهم أحد إلا ذكر فيها قال قلت هذا سعيد بن جبير لابن عباس وهو تلميذه سورة الأنفال قال تلك سورة بدر قال قلت الحشر قال نزلت في بن النظير هذا هو القسم الثاني من سور القرآن الذي له اسمان القسم الثالث ما له أكثر من اسمين إما اسمان فأكثر أو ثلاثة فأكثر لكن دعنا نقول مثلا اسمان فأكثر مثل سورة التوبة سورة التوبة جاءت فيها أسماء كثيرة منها التوبة منها الفاضحة ومنها ها حسن براءة جميل وأكثر الكاشفة لأنها كشفت المنافقين الفاضحة فضحت يعني صار لها أكثر من اسم الفاتحة الفاتحة لا أسماء كثيرة سورة الفاتحة سورة الحمد أم القرآن أم الكتاب السبع المثاني القرآن العظيم وهكذا إذن لها أكثر من اسمين على سبيل الجمع هذه فوائد مهمة في بيان أسماء السور روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته نوع الرابع أن تسمى عدة سور باسم واحد عدة سور باسم واحد مثل سورة البقرة وآل عمران تسميان الزهراوين تسميان بالزهراوين كما في الحديث عند البخاري ومسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة وكأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة الشاهد ما هو أن هناك مجموعة من السور تسمى باسم واحد كالبقرة والعمران الزهراوين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تسميان بالمعوذتين بالمعوذتين حاميم فصلت حاميم غافر حاميم الزخرف حاميم الشورى حاميم الدخان تسمى والجاثية والأحقاف تسمى مجموعة سور تسمى بالحوام وهكذا إذن أربعة أنواع في تسمية سور القرآن اسم واحد اسمان ثلاثة أسماء أو اسمان فأكثر الجمع الرابع أن تسمى عدة سور باسم واحد وهذا على كل حال يعني استنتاج واستنباط من اجتهاد من اجتهاد أهل العلم والتعدد هذا في الأسماء التعدد في أسماء السور مع أن يرجع إلى حقيقة وحدة ومسمى واحد إلا أن لكل اسم مسمى وصفة لا يحمله الاسم الآخر شف مثلا محمد وشف القتال شف مثلا الفاضحة هو براءة قد تكون لكل منها معنى مستقل وقد تكون كل الأسماء في معنى واحد مثل سورة مثلا الحشر وسورة بني النظير وهكذا الحاصل إن الأسماء لا تقتضي توحيد المسمى وإنما قد يختلف وقد يتحد لكن المتفق عليه عند أهل التفسير أن تعدد الأسماء دليلون على الشرف والمكانة قال الفيروس آبادي رحمه الله وهو من علماء اللغة اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أو كماله في أمر من الأمور ألا ترى أن كثرة أسماء الأسد تدل على كمال قوته كم أسماء الأسد عدها بعضها للغة وصلها إلى مئة الأسد والغضنفر وقسورة والليف وخذ من الأسماء الكثيرة لهذا المفرد الواحد تدل على أن هذا الأسد شيء كبير وعظيم ودليل على قوته أسماء يوم القيامة أسماء يوم القيامة كم لها من الأسماء كثيرة جدا يوم الدين يوم القيامة تدل على شدة هذا وأهم وكأن يلفت النظر إلى الاهتمام به جل جلال الله كثرة أسمائه ولله المثل الأعلى إن لله تسعة وتسعين أسماء من أحصاها دخل الجنة والصحيح من قولي العلماء أن أسماء الله ليست محصورة بدليل الحديث في البخاري أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيعا قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب أمي وغام في أسماء لله قد لا نعرف ها نحن أو استأثرت به في علم الغيب عندك طيب كيف الجواب على حديث تسعة وتسعين اسم الجواب عنه دليله ما بعده من أحصاها دخل الجنة ليحصيها التسعة وتسعين يحصيها حفظا يحصيها تأملا تدبرا عملا إيمانا بمقتضاها فإنه يستحق هذه المنزلة في دخول الجنة نعود بعد هذا التمهيد سورة الحديد كم لها من اسم لها اسم واحد من النوع الأول من النوع الأول الذي له اسم واحد ولم يعرف لها عند المفسرين غير هذا الاسم وكفى باسم الحديد كفى به يعني عناية بهذه السورة واهتماما وشرفا وقوة لأنه الحديد يعني القوة الحديد يعني القوة هو يعني الشيء الذي لا يستغنى عنه وكفى بذلك شرفا لهذه السورة إذن فهي من النوع الأول ومن السورة التي لها اسم واحد قد بوّب البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتاب التفسير بابا سماه بباب سورة الحديد أو باب في سورة الحديد وكذلك بوّب الترمذي في سننه في أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة ومن سوره الحديد وكذلك النساء في السنن الكبرى وغيرهم من أهل السنن فدل هذا على أهمية هذه السورة ومكانتها وأن أهل التفسير وأهل الحديث متفقون على تسميتها بسورة الحديد وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه السورة تسمى من عهد الصحابة بسورة الحديد تسمى من عهد الصحابة بسورة سورة الحديد واستدلوا على ذلك بحديث إسلام عمر رضي الله عنه عند البزار أن عمر رضي الله عنه دخل على أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة فيها سورة الحديد فقرأها حتى بلغ آمن بالله ورسوله فآمن رضي الله عنه ونقش هذا الاستدلال من وجهي الاستدلال بحديث إسلام عمر وأن اسمها سورة الحديد من عهد الصحابة ذكروا أن هذا الحديث في سنده كلام وهو حديث ضعيف رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة والبزار والحاكم من طريق إسحاق بن إبراهيم عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده وهذا دليل على أن فيه عن أبيه عن جده أن فيه رواة لم يسموا وتكلم في سند هذا الحديث من ثلاثة أوجه أن أسامة بن زيد بن أسلم ضعيف عده الهيثم في مجمع الزوائد في الضعفاء اثنين إسحاق بن إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم الحنيني قال الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب أنه ضعيف وقد ذكر البزار أنه تفرد به العلة الثالثة على التسليم بأن زيد ابن أسلم ثقة لكن رواية عن عمر بن الخطاب مرسلة ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله أن سنده واه منقطع هذا من الأوجه التي ذكرها آل العلم لاسي من آل الحديث في هذه الرواية ومن الأدلة أيضا الأوجه في الرد على هذه الرواية أن سبب إسلام عمر رضي الله عنه كان بسور أخرى ومنها سورة طاحة المعروفة وهي أشهر روايات في إسلام عمر ومع ذلك لم تسلم من نقد رواة الحديث وأيضا ذكر أن عمر رضي الله عنه أسلم بإطلاع على سورة الحاقة كما عند أحمد رحمه الله ولكن سنده ضعيف وروي أنه سأن سبب إسلام قراءة سورة إقرأ باسم ربك الذي خلق كما عند الطبران في المعجم الكبير ولكن أيضا سنده ضعيف وروي أنه في سورة طاها كما عليه أكثر روايات وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بصيغة التضعيف حيث قال وروي وإذا قيل وروي أو قيل فهي صيغة تمريض ضعيف ممثل حينما يقال قال أو يقول إذا جاءت قيل معناه أن الكلام فيه ضعف أو السند فيه ضعف ويسميها المحدثون صيغة التمريض قال وقد روي قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد روي أن عمر أسلم بسورة طاها كانت مكتوبة عند أخته وأن سبب إسلامه أنه وجد أخته تقرأ هذه السورة والعلم عند الله تعالى لماذا سميت سورة الحديد باسم سورة الحديد اللي هو بن قوسين سبب التسمية بعد هذا يحتاج مننا إلى شيء من التمهيد لماذا تسمى السور وما هي المنهجية بتسميات السور فيقال إن تسميات السور تأتي على عدة أنواع إما أن تسمى السورة بلفظة وردت فيها وإما أن تسمى السورة بصدرها ثلاثة وإما أن تسمى السورة بمقاصدها وما يدور فيها من قضايا وموضوعات وقد تتطرق السورة العدد من الموضوعات وتسمى بأهمها وأشهرها يعني لاحظ سورة الحديد سورة الحديد بدأت بآيات العقيدة آيات الصفات التسبيح لله وتنزيه ثم جاء فيها الأمر بالإنفاق آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ثم جاء فيها عتاب المؤمنين ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ثم جاء فيها بعد قصة البعث والنشور والرسالة والأمر بالتقوى في آخرها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته لكن من مضوعاتها ذكر الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الزركش رحمه الله له كلام نفيس في سبب تسمية السور يقول رحمه الله سبب تسمية له كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه لأسيما المتخصص في التفسير وعلوم القرآن يقول ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بماذا سمعت ولا شك أن العربة راعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه أو يكون معه أحكم أو أكثر أو أسفل أسبق لإدراك الرائي للمسمع ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها وعلى ذلك جرت عادة التسميات السور في الكتاب العزيز كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر قصة سورة أو قصة سورة البقرة أو قصة البقرة التي بقرت بني إسرائيل والحكمة فيها وسورة النساء سميت بما تدور حوله السورة من أحكام النساء التي قد لا توجد في غيرها هذا كلام الإمام الزركشي رحمه تفريعاً عليه ما نقول عن سورة الحديد إنها سميت سورة الحديد لوقوع لفظة الحديد فيها قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد قال الفيروس آبادي رحمه الله سميت سورة الحديد بسورة الحديد لقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد مسلم مسلم وهذا كلام عظيم ولا غبار عليه بل ما يكتفى أن يقال بس لذكر الحديد لأن أهم شيء ورد في السورة العناية بالقوة وأسباب القوة وحاجة المسلمين إلى القوة وأن الحديد له أثر في قوتهم وجهادهم أعداءهم وله السبب أيضا في نمائهم تبني بيت بدون حديد يستطيع الناس اليوم أن يعمروا الأرض بدون حديد ما يمكن ولهذا كان الإشارة بلفظ الحديد إشارة إلى القوة وأنه من أهم ما ذكر في القرآن ولهذا كلام الزركش رحمه الله هل يعتبر أكثريا أو يعتبر كليا أكثريا يعني في الغالب أما يعني الكلية فتحتاج إلى مزيد استقرار وذلك لوجهيه يعني في موقف من كلام الزركش رحمه الله أنه ليس بالضرورة أن يكون اسم السورة في ثناياها وأعطافها بل قد يأتي اسم السورة في موضوع ليس فيها وإنما لملاحظة مغزا من مغازيها هل يوم سميت الفاتحة جاء فيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كذا الفاتحة سميت بهذا لأنه يفتتح فيها القرآن لكن ليس في السبع الآيات لفظة الفاتحة أو لفظة أم القرآن أو لفظة السبع المثاني هذا ما ذكره الزركش رحمه الله أغلبي أكثر وليس كليا دائما الوجه الثاني وهذا بعد الحقيقة قوي إن فيه سور من سور القرآن جرت فيها قصص الأنبيع عليهم الصلاة والسلام كسورة نوح كذا سورة هود إبراهيم يونس يوسف هل ذكر نوح في القرآن وذكر هود وإبراهيم ويونس ويوسف بل ومحمد عليه الصلاة والسلام مثل ذكر موسى أكثر قصص الأنبيع في القرآن قصة موسى ولهذا قال بعض المفسرين يكاد أن يكون القرآن كله في ذكر قصة موسى عليه السلام سورة مثلا بني إسرائيل وش سورة بني إسرائيل الإسراء فدل على أنها من أي نوع من النوع الثاني الذي له إسمع أصحاب الكهف الحجر سبأ سورة المنافقين والمنافقون المطففين ومع هذا ما في سورة موسى مع أكثرها مع كثرة ما وردت في القرآن تسمى مثلا سورة طه سورة القصص سورة الأعراف كان الأجدر على كلام الزركشي أن تكون هي سورة موسى وهذا كله يدل على أنه لا يلزم لا يلزم تسميات ولهذا إما أن تكون تسميات توقيفية أيضا وقد تكون اجتهادية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك قصة آدم في سورة آدم ماغي وهكذا في سور أخرى قصة مثلا الذبيح في سورة الصافات قصة داود ذكرت في صاد ولم تذكر أسماء الأنبياء فلهذا حكمة وأنه لا يلزم أن يكون الاسم مشتقا من بعض أجزاء أو اهتمامات أو مقاصد أو موضوعات السورة ويعتبر هذا من الدلائل على عظمة القرآن سورة النمل جدير أن تسمى بي سورة سليمان ليه؟ لأن فيها قصة سليمان ومعها سميت النمل وهذا الحكمة سميت النمل لحكمة لأن في هذا المخلوق العجيب دلالات كبرى على الوحدانية على الألوهية على الربوبية على أيضا الحكمة على الجد على الاجتهاد على طلب الرزق على السعي في الأرض وهكذا في ما لا يعلمه إلا الله فهذا نوعا من الحكمة في التسميع نعود للحديد الحديد أيضا فيه ملحظ على تسمية الحديد بأنه لذكر سورة الحديد أو دلالة الحديد أو آية الحديد الذي وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ليه؟ ما وجه ذلك؟ إن الحديد ورد حفظكم الله في ستة مواضع من القرآن ومع هذا السور التي ذكر فيها الحديد لم يذكر فيها أنها سور الحديد مثل قال تعالى في سورة الإسراء قل كونوا حجارة أو حديد ومع هذا سمية الإسراء هذا فيه يعني ممكن مناقشة لقول إن قد يرد الإسم في سور أخرى ولا يلزم منه أن تكون التسمية لهذه السورة التي ورد فيها ذكر هذا الشيء أو الموضوع قوله تعالى أثنين في سورة الكهف آتوني زبر الحديد في قصة ذي القرنين في سورة الحج ولهم مقامع من حديد في سورة سبع ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد خمسة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وإن كان هذه حديد ليس معناها الحديد هذا اللي هو القوة وإنما يعني هذا الموضوع وإنما الحديد فبصرك اليوم حديد يعني قوي شديد يبصر آيات الاحتضار والقيامة وأيضا آية الحديد اللي وأنزل الحديد فيه بأس شديد الإشكال ماهو الإشكال أنتم قلتوا يا من سبب تسمية سورة الحديد بأن الحديد ورد فيها طيب نقول لكم أنه ورد في غيرها الجواب ماهو الجواب أن ذكر الحديد في سورة الحديد له معنا خاص ومعتبر وهو معاني القوة ومعاني الشجاعة ومعاني البناء والإعمار والاستخلاف في الأرض بخلاف مثلا قل كونوا حجارة أو حديدة ذي جاءت على سبيل الامتهاء لهم والتحدي آتوني زبر الحديد في قضية خاصة في استعانة القرنين مثلا دمني جيك ولهم مقامع من حديد في سياق العقوبة للكفار يوم القيام ألن له الحديد كآية ونعمة تخص داود وسليمة فبصرك اليوم حديد الحديد هنا ليس الحديد في سورة إذن يبقى لسورة الحديد وذكر الحديد في سورة الحديد دلالة خاصة وهي ما ذكرته معنى معنى المعنى الأول معنى إنما والقوة والاعتناء بالحديد فيما من شأنه أظهر من السور التي ذكرتم وأيضا أن الحديد في سورة الحديد له مقاصد له مضامين ليست في نفس السور التي ذكرتم فالحديد مادة لنصرة الدين وإرساء العدل والعقيدة والقوة في جهاد أعداء الإسلع الطائرات القطارات السيارات الرمي الآن بماذا؟ بالورج ولا بالكاراتين ولا ب... لا ما فيه للقوة وهذا الدين هو دين القوة وأيضا حفظكم الله إنما ولهذا ذكر الله الحكمتين وأنزلنا الحديد فيه بأس هو القوة ومنافع للناس للنماء للعمران الذي لا نستطيعه بدون الحديد فإذا ذكر الحديد في القرآن ليس في سورة الحديد ليس كذكره في السورة الأخرى ما هو الحديد؟ ما معنى الحديد؟ جيب لي التعريف التعريف العلمي عرف الحديد الحديد جمع لمفرد الحديد جمع مفرده حديدة مفرده حديدة يعرفه العلماء الحديد وهو من النوع الذي مثل تعريف الماء ما حاجد تعرف الحديد لكن كي تكون عارفا لحده العلم اللي هو الحد والمحدود والمصطلح والتعريف العلمي أن يقال الحديد معدن قابل للطرق والسحب والتشكيل ومن خواصه يعني هذا تعريف معدن وش يخرج يخرج غير المعاد من الأشياء اللي يسيرة الخفيفة اللي ما تمثل قوة وأيضا المواد الأخرى معدن وميزة الحديد ميزته أنه يجذبه المغناطيس متشكل قابل للطرق والسحب اسأل الحددين زوروا الحددين وشوفوا كيف هالنعمة اللي امتن الله بها علينا وكيف خصوصياته وكيف يعني مواده وكيف استعمالاته لا يوجد شيء إلا ويدخله الحديد حتى جسمك في حديد فهذه من نعم الله عز وجل علينا بهذه المنة من خواصه يجذبه المغناطيس يصدأ بسرعة يندر أن يوجد في حالة نقاء ما يمكن أنه يصير يبرق ولا يستعمل في البناء وصنع الآلات أنواع الحديد ثلاثة أنواعه ثلاثة حديد الزهر والنوع الثاني الحديد المطاوع والحديد الثالث الحديد الصل التي لا يمكن أن يليهم واليوم العلوم ولله الحمد والمنة لما فتح الله على الناس استثمرت الحديد في أمور كثيرة أساسها القوة والعدل تحتاجه الدول تحتاجه الحضارات الأمجاد الحكومات تحتاجه المصانع الشركات المؤسسات البناء الإعمار كل إنسان لا غنى له عن الحديد ماديا كان أو يعني حسيا أو حتى معنويا في مجال القوة والإعمار وقد ذكر الله حكمتين في الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأيضا ما ذكرنا من فيه إن اسم الحديد وآية الحديد آية كنعمة ومن من الله عز وجل قد تكون قد لا يلزم يعني لا يضطري مثلا سورة الأنعام ذكرت سميت هذه السورة العظيمة من طواب المفصل بسورة الأنعام مع أن فيه ذكرى الأنعام فقط مع أنها مجتملة على العقيدة والبعث والرسالة والقصص وما ذكر فيها إلا ومن الأنعام حمولة وفرشا إلى قوله أم كنتم شهداء سورة النساء مثلا ذكر فيها أحكام كثيرة حتى عن المنافقين ومع ذلك سميت بأهم يعني ما فيها الموضوع الثاني سورة الحديد هيلي مكية أو مدنية نقف عند هذا ونأخذ الحديث اختصارا للوقت الحديث معنا الحديث الثالث الذي هو حديث جابر رضي الله عنه في كتاب الصلاة في كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة وهو الحديث الذي يذكر فيه رضي الله عنه مواقيت الصلاة منها مثلا ما ذكره في سورة في حفظكم الله في وقت صلاة الظهر وفي وقت صلاة العصر وفي وقت صلاة المغرب وفي وقت صلاة العشاء بان في جابر رضي الله عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان في بيان أوقات الصلوات قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمع عجل وإذا رآهم أبطأ أخر والصبح كان يصليها بغلس الحديث اللي قبل الحديث كان في صلاة الفجر في وقت صلاة الفجر يعني كأنه أتى المصنف بالعموم بعد الخصوص بدأ بصلاة الفجر ثم ذكر حديث جابر الذي فيه أوقات الصلوات الخمسة سنتناول في هذا الحديث من أخرجه وموضوعه وتحليل مفرداته وفقه الحديث وما يتعلق به من مسائل فقهية وهدايات وأحكام وأيضا مسائل أصولية وفوائد الحديث وما يتعلق به من أخرجه القاعدة أن الحافظ رحمه الله إنما يورد الأحاديث الصحيحة عمدة الأحكام كل أحاديثه في الصحيحين متفق عليها فقد أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت صلاة المغرب ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الجابر صلى الظهر بالهاجرة صلى العصر والشمس النقية صلى المغرب إذا وجبت وش وجبت وجبت الصلاة ولا وجبت المغرب وجبت الشمس ووجبت بمعنى سقطت غربت قال تعالى فإذا وجبت جنوبها في بهيمة الأنعام يعني سقطت ثم بقية الأوقات الحديث يبين أمرين موضوعه في أمرين الأمر الأول الوقت الأفضل للأوقات للفروض الخمس للفروض الخمسة لأنه يقول هذا بالهاجرة الشمس نقي العصر المغرب إذا وجبت يعني حال ما تجد سرعة العشاء أحيانا وأحيانا الفجر بغلس على الرواية الأخرى أنه يصلي يصلي إذا أسفر الصبح فهنا الحديث يدل على البيان الأفضل لا مجرد بيان الوقت ولهذا صلاة الظهر بالهاجرة أفضل من صلاتها صلاة تم مثلا والإبراد فيها الإبراد فيها على حسب الأوقات من الأمور المسنونة هذا الأمر الأمر الأول بيان أفضل الأوقات للصلوات مع أن العلماء متفقون على أن أفضل الصلاة في أول وقتها وأقم الصلاة لذكر وعجلت إلي ربي وعجلت إليك ربي لت سابق وسارع لأن يساعد بعد ما يدري أخر الصلاة لآخر وقته ثم قد يدهمه الأجر ولم يصليها وإن كان في الفويل للمصليين الذين هم عن صلاتهم ساهون إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وإن كان هذا في الذين يخرجونها يصلونها خارج وقتها لأن للوقت ثلاثة أنواع أول الوقت أوسطه آخره ولكل وقت من الأوقات وفريضة من الفرائض لها وقت فاضل ووقت أفضل ووقت مجز ووقت مجز وإن كان كما قلت العلماء متفقون على أفضلية المبادرة فيها إلا صلاة العشاء فالسنة تأخيرها إذن الحفاظ على مواقيت الصلاة ولهذا جاءنا في حديث بن مسعود رضي الله عنه الصلاة على وقتها الصلاة في أول وقتها نعم وقد ورد يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم وأن من تضيع الصلاة تأخيرها حتى إلى آخر وقتها إذا لم يكن ثم عذر الأمر الثاني تحديد أوائل الأوقات تحديد أوائل الأوقات الأمر الأول تحديد أفضل الأوقات والأمر الثاني تحديد أوائل الأوقات الصلوات المفروضة كان يصلي الفجر بغلس يصلي الظهر بالهاجرة وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الأوقات في أول وقتها إلا العشاء مرة ومرة على حسب حضور الصحابة رضي الله عنهم هذان هذان أمران هما موضوع الحديث حديث جاب إما بيان أفضل الأوقات للصلوات أو بيان أولها ما سبب الحديث الحديث له سبب سببه ما أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طرق عن أب النظر عن شعبته وفيه قال محمد بن عمر بن الحسن قال سألت جابر سألنا جابر بن عبد الله في زمن الحجاج وكان الحجاج أميرا على مكة وكانت الصلاة تؤخر في وقت الحجاج فذكر لنا حديث جابر رضي الله عنه في أن الصلاة تؤدى في أول وقتها وهو أفضل وهو أفضل في أدائها وفي رواية مسلم عن طريق معاذب عن شعبه قال كان الحجاج يؤخر الصلوات وكان قدوم الحجاج بن يوسف المدينة أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين للهجرة عقب مقتل ابن الزبير صحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه الزبير بن العوان فأمره فأمره يعني جعله أميرا عبد الملك بن مروان على الحرمين وما معهما ثم نقله بعد هذا إلى العراق وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير الصلاة على وقتها وحتى عن وقتها المختار في وقت أفضل وقت أفضل وهو الوقت المختار وفي وقت مجزي وهنا ملحب الصلاة مهمة ولا ليست مهمة باتفاق المسلمين أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين كونك يؤذن المؤذن ويصلي الناس وأنت تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها بدون عذر وبدون مبرر لا شك أن هذا استهانا بشأن الصلاة أول ما يؤذن المؤذن يبادر المصلي للصلاة مع جماعة المسلمين وفي المساجد ولو تأخر مثلا في مكتب أو في عمل أو في وظيفة أو لمرض أو لسفر أو ما إلى ذلك فلكل حالة اللبوسها لكن أن يفهم الإنسان بتساهله في وقت الصلاة هذا أمر ينبغي أن نتنبه له والتأخير والتأخير غالبا دليل تساهل إلا إذا كان فيه مراعاة للأفضلية مثل إنسان المسافر حلت مثلا عليه صلاة العشاء أذن العشاء المسافر مثلا له أن يجمع وله أن يقصر ومن أيضا السنن أنه لا يستعجل يصليها يصليها في في آخر الوقت مراعاة للأفضلية هذه صلاة العشاء خاصة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير الصلاة على وقتها قال لأبي ذر رضي الله عنه كيف بك يا أبا ذر إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت يؤخرون الصلاة عن وقتها فماذا تأمرني يا رسول قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة وقد بوب أبو داود في السنن بابا سماه باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت وترجم عليه بن حبان في صحيحه فقال ذكر ما يجب على المر عند تأخير الصلاة عن أوقاتها هذا خارج أوقاتها أما إذا كان في الوقت الذي أوله أو وسطه آخره الأفضل المختار المجزء ما دمت في الوقت فالأمر فيه ساعة لكن تؤخر بعد وقتها كالفجر بعد طلوع الشمس أو الظهر عند العصر أو العصر عند المغرب أو المغرب عند العشاء أو العشاء إلى قرب الفجر فهذا كله تساهل فإذا الصلاة لها أوقاتها وقد عني بها أهل الحديث وأهل التفسير في بيان أوقاتها نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وأي وفقنا لإقامة صلاتنا وديننا على وفق مراده سبحانه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة وتفرقنا بعده تفرقا معصومة وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محرومة وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يحقن دماءهم وأن يشفي مرضاهم وأن يعافي جرحاهم وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لطفling ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة